أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه للكننا من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم هذه الآيات المباركة في سورة يونس عليه السلام تشرح لنا حالة الإنسان أي إنسان عندما هو مشغول في حياته لا يلتفت إلى ربه وإلى مصيره وإلى مرجعه ما يرجع إليه عنه ولا يفكر في غاية الخلقة المشكلة فينا أننا لا نفكر في الغاية يعني في الهدف لماذا ولدنا لماذا أتينا إلى هذه الدنيا يعني لماذا جابونا أصل الخلقة مجبورين فيها طبعا هو من لطف الله سبحانه وتعالى علينا إذا كنا نفهم ونقدر ونفكر ونتعقل هذه الآيات تصور الحالة التي تنتاب إلى الإنسان أو على الإنسان في حالات السراء والضراء عادة هذه الحياة مشوبة بتلون بتغير أصلا الدنيا ما إلا حالة واحدة كل يوم حالة يوم واحد صحيح الجسم مرة أخرى يصبح مريض مرة هو في وطنه آمن جالس قاعد ماكل شارب في أمن وأمان تصير حرب يهجر من بلد إلى بلد فاستجيروا بالله حقيقة مرة هو جالس يأتي زلزال مرة هو في دعه ويسر وغنى يصير فقير ينكسر بالسوق وهكذا أو كل شيء له مهيئ ولكن لا يقدر يأكل لا يقدر يشرف لا يقدر يتنعم لا يقدر يسافر فهذه الدنيا مغوص يعني ممتلئ بالتلونات والتغيرات العاقل المتفكر الفاهم يستبدون قلمة تقوى أن يجيب لا الإنسان يفهم يدرك يتعقل هذا يستفيد من هذه الحالة لا يثق بهذه الدنيا يعلم أن هناك عالما آخر ينتظره وهو عالم الآخر الحالات التي تأتي للإنسان من الضراء والسراء هذه أيضا به موعب الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تلوتها يريد أن يبين تلك الحالة أنه أنت في دعا في سلام في أمان صارت لك مشكلة لا سمح الله صار للإنسان مشكلة بعد أن ارتفعت المشكلة وين يصير شو يصير يصير سراء يصير دعا يصير أمان يصير سلام لماذا تذكر الحالة السابقة هذا هو نوع من الموعظة في هذه الآيات المباركة ونوع من الموعظة مشوبة بعتب على الإنسان عتاب من الله سبحانه وتعالى لماذا الإنسان يشكل وإذا أذقنا الناس وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الضراء مستهم الضراء اجت حروب صارت تهجير صار إفلاس في السوق صار البنوك انكسرت ما أدري فقر اجي مرض اجي هاي كله يسموه الضراء مشاكل الضراء ارتفعت أو رفعها الله شنو جاء مكانها جاء مكانها رحمة رحمة يعني اللطف ودعا وسلام وأمان التفتوا إلى الآية وإذا يعني عندما أذقنا الناس رحمة بعد شنو بعد ضراء مستهم اجت حالة ضراء وبؤس وفقر وحروب ومشاكل وأمراض الأمراض راحت الحروب انتهت شنو اجي اجي رحمة خوب شنو شنو المفروض للإنسان يسوي لازم يشكل رب يتذكر السابق أنا عجيب أنا كنت مريض الآن صرت سليم أنا كنت في مشكلة ديون الآن ديوني ارتفعت أنا كنت في تهجير والآن رحت إلى وطني وهكذا كل الضراء الموجود وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا أستغفر الله نستجير بالله مكر في آياتنا يعني شنو المكرون في آياتنا المكر إخواني العمل الخفي يسمى مكر من دون أن يلتفت أحد كأنه يقال في شأن النزول لهذه الآية أنه إجي قحت في بكة قحت صار في مكة زراعة ما كانت طبعا في مكة ما كانت زراعة أطراف مكة قحت صار فالتجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنهم كانوا ينكرون نبوته بس في عمقهم كانوا يدرون أن هذا صادق أمين فدع الله سبحانه وتعالى وارتفع القحت راح قالوا لا هذه من بركة أصنامنا الآن أصنام ماكو مثلا لا أريد أمثل بأمثلة حية مو من ديدني ولا عادتي لما صارت مشاكل في بعض البلد وانتهت المشاكل كنا نقعد في بعض الديوانيات هنا أو غير هنا في هذا البلد أو غير هذا البلد نقول شنو السبب اللي صار أنه والحمد لله البلاء ارتفع مثل الغزو ما غزو وما أشبه خلينا نقول بعض بعضهم كان يقول لا هذا من فعل القوات الأجنبية اللي أجاة صحيح كأسباب صحيح ولكن من يرتب هذا من وراء هذه الأمور الله هو سبحانه وتعالى يسبب الأسباب وإلا الله كان يقدر ما يسبب هذه الأسباب وما يصير وإلى الآن البلاد كانت منهوبة المريض هذا ضراء المرض ضراء يشفى بعد ما شفي يجلسون يقعدون هذا الدكتور الفلاني هو الذي شفاه هذا غلط الدكتور وسيلة لإعطاء الدواء وإلا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى في أيام الرسول وفي مكة عندما صارت كانت تصير مشاكل مثل القحط والله يرفع تلك الضراء يجلسون ويمكرون في آياتنا إذا لهم مكر في آياتنا هذا تفسير التفسير الآخر أنه كانوا يخططون ضد النبي في جلسات خاصة سرية هذا تفسير آخر وهو الصحيح يعني لما تصير شوية شوية كان ضراء يصير بعدين سراء يصير وشوية الأمور تهدأ يجلسون ويخططون ضد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شلون يقتلون الأصحاب شلون يضربوهم شلون يودهم للصحراء قضية بلال قضية سمية قضية عمار هاي الأمور اللي تعرفوها هذه مكر مكر في آياتنا يعني مقابل تخطيط الله هم كانوا يخططون مقابل تخطيط الله المكر هذا معناته العمل الخفي الله يقول قل الله أسرع مكر الله يبيده كل شي كل الأمور الخفية والعلنية بيده وبالفعل كل التخطيطات وكل البرامج التي رتبوها المشركون في أيام مكر كلها بطلت راحت بالفعل لم يبق لهم شيء أبدا إلى أن أجبروا النبي بالهجرة وقضية المبيت وعلي عليه السلام بات في فراش رسول الله والنبي يذهب إلى الغار من دون أن يروه هذا مكر بعد مكر من الله طبعا مكر مو بذاك المعنى اللي مشهور عندنا مثل الواحد يقول يا ماكر لا ماكر يعني تخطيط في اللغة العربية التخطيط الخفي التفكر في التخطيط الخفي يسمى مكر قل الله أسرع مكرا بعدين التفتوا أيها المشركون إن رسلنا يكتبون ما تمكرون مو بس أنه الله أسرع مكرا الرسل التي معكم يعني الملائكة يكتبون كل مكركم وكل تخطيطكم يعني يوم القيامة يجي تحاسبون عليه هذه آية الآية الأخرى أيضا فيها موعظة هو الذي يسيركم في البر والبحر الله يجعل أسباب السير يجعل أسباب السير في البر والبحر في البر قديما كان شنو البغال والحمير والبعران والجمال وهالأشياء الآن القطارات السيارات وما أشبه كلها بالتسيير الله سبحانه وتعالى يعني الله سهل المناخ سهل الأرض سهل التربة سهل التبليط وهكذا كلها من فعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر البحر من السفن بعدين يمثل عن البحر ليش قضية البحر شوية بها التفاتة كبيرة الإنسان جالس في سفينة أنتوا راكبين سفينة أولا أنا راكب سفينة تمخره في البحر تروح بشكل هادئ والهواء لطيف الجو لطيف رياح مو شديدة ماكو مشكلة أمواج ما موجودة وأنت مرتاح بالسفينة قاعد فإذا ما راكبين تجي ريح عاصفة وعتية تنقلوا بالسفينة تتهتزوا السفينة هذا تصير في البحار خاصة في المحيطات هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى يعني إلى أن حتى إذا كنتم في الفلك فلك يعني سفينة صرت في الفلك قاعدين وجرينا جرينا يعني الفلك جرينا بهم انتقل الخطاب إلى الغيبة كنتم خطاب جرينا غائب يعني يصور الله سبحانه وتعالى أنتم قاعدين في الفلك والرياح تجري بكم جرينا جامع ليش لأن الفلك عفوا الفلك هم جامع وهم مفرد جرينا يرجعوا إلى الفلك وجرينا بهم يعني بالراكبين بريح طيبة ريح هادئة مونسة ماكو مشاكل أمواج ما موجودة أرياح جدا هادئة طيبة وفرحوا بها الناس قاعدين يشربون شاي ذاكية لياكل في السفينة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف في المرة تجي ريح عاصف عاصف يجي شديدة والتحرك هذا يسموه عاصف وجاءهم الموج من كل مكان بعض الأوقات في السفن في وسط المحيطات من كل مكان يجي موج ليش لأن الرياح تأتي من كل مكان يعني تلف مو تلف الرياح فتتصور أن الموج ما يجي من جانب واحد حتى أنت تقدر ترتب السفينة من كل مكان يجي هذا يسموه وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم الظن هنا يعني علموا قالوا خلص بعد نحن راح نموت أحيط بهم يعني أحاط الهلاك بهم بعد شوية يموتون هناك شي يصير دعو الله عجيب الإنسان حقيقي فرو دعو الله مخلصين له الدين في دمر حتى الكافر الملحد المشرك المسلم غير المسلم كل واحد يتوجه إلى نقطة إلى قدرة إلى عظمة إلى من بيده كل شيء دعو الله مخلصين له الدين يعني يخلصين دينهم له فقط يعني كل الشوائب من ذهنهم يروح كل التعلقات تروح كل التوسلات تروح كلها تروح فقط الله هسا أنت ممكن تسمي الله إذاك يسمي خدا إذاك يسمي قاد أو يسمي قدرة القدرة المطلقة ما يدري شنو هو هاي يسموها الفطرة السليمة الموجودة في ذات الإنسان دعو الله مخلصين له الدين وبدون أن يتلفظون يقولون هكذا لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين هاي في قضية فرعون كل خش صار بين في قضية فرعون عندما كان موسى عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعذاب إليهم كانوا يتغيرون حقيقة قوموا فرعون حقيقة كان يدعون يجون يتوسلون بموسى يعني معناته في ذات الوقت اللي كانوا يظلمون بني إسرائيل ويقفون أمام دعوة موسى كانوا يعتقدون هذا صادق أيام النبي من نفس الشي لما انصار قحت في مكة كانوا يتوسلون برسول الله وقضايا معروفة أن أبو طالب قرأ ذاك الشعر والقحت راح وأبيض يستسقى الغمام به إلى آخره فلما لنكونن من الشاكرين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لما كان يصير دم في نهر النيل كانوا يتوسلون ببني إسرائيل تعالوا أنقذونا وبالفعل موسى كان يدعو والله يرفع البلاء والعذى بعد ذلك كانوا يقتلون بني إسرائيل شي غريب يعني وهذا نحن نقدر نشوفه في حياتنا ترها بشكل أصغر شوي بس إحنا مو من الظالمين اللي يظلمون الشعوب والطعفاء بس كثير من الأفراد يمتحنون هشكل تصري للمشاكل ينذر أنا عندي قصة ما أريد أجيب اسم أحد كان له مشكلة عنده مشكلة فنذر لله سبحانه وتعالى إذا ارتفعت هذه المشكلة أنا أسويها الخيرات مثلا والمبرات ما نجيب أي طار حتى لي نروح فكركم إلى مكان وبالفعل الله أنقذه من المشكلة وقيل له هناك من قال له تذكر كنا قاعدين مثلا في الديوانية في المسجد في الحسينية أنت نذرت نذر شرعي أنه راح تسوي خيرات ومبرات إذا الله أتقذك من المشكلة قال يا أذكر إيه بس هاي صارت بعد يلا شلون صارت يعني أنت عندما نذرت يعني تعهدت أمام الله سبحانه وتعالى والله أراد أن يمتحنك ورفع المشكلة عنك والآن تقول لا هاي شكل صارت مثلا المحامي ساعدني أو الفلوس ساعدتني لا هذه بشكل أصغر السير عندنا أيضا أما للكافرين يرجعون إلى فطرهم التوحيدية فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق المشكلة في المشركين وفي الأمم وفي الحكومات الظالمة أنه لما الله ينجيهم فلما أنجاهم من السفينة يعني من الفلك إذا هم في دمر ينقلبون هؤلاء ويبغون في الأرض يعني يظلمون أنفسهم ويظلمون الآخرين بغير الحق يعني الناس مظلومين يظلموهم يا أيها الناس هذه النتيجة يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الظالم عادة يفكر نفسهم منتصر حقيقة ها هالظالمين اللي شفناهم عاصرناهم طيلة عمرنا القصير شفنا بعد منتصر يمشي يتكلم يخطب يهتف كأنه مالك الدنيا بعدين يرى في حفرة يلقوا في حفرة هذا شنو هذا إنما بغيكم على أنفسكم يعني الظالم عندما يظلم ما يدري أنه يظلم نفسه يظلم مستقبله يظلم آخرته يظلم عمره ليش هكش كيل متاع الحياة الدنيا يعني تتمتعون متاع الحياة المتاع في اللغة العربية تطلق على الأشياء التافهة التي يستفاد وبعدين يقطوا مثلا كلينيكس هاي الورقة اللي ينظف أيدينا فيها شنسوها ننظفها بعد في الزبال هاي سموه متاع الله يمثل الحياة بمتاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ترجعون إلنا فننبئكم بما كنتم تعملون أعمالكم كلها تجسم هناك بعد أصرح من هذه الآية وأبلغ من هذه الآية يمكن ماكو يعني بشكل صريح يصور القرآن شنو يصور تلك الحالة اللي واحد في استفينة وبعد شوي رح يموت والله أنقذها وبعدين انقلب مرة ثانية وبغى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السلام في المثال آخر من الله سبحانه وتعالى الله في القرآن يمثل ليش يمثل لتقريب المعنى أمثال القرآن كثيرة جدا جدا كثيرة منها هذه الآية يمثل أولا أشرح الآية بعدين أقراها المطر ينزل من السماء وابل من المطر الأرض تحيا الزراعة تصير مبتهجة الزرع ينمو الأشجار تثمر الأوراق تزدهر الدنيا تتزين موشكل بعدين يجي عاصف يعني يجي في البلاء كل هذا يروح هذا مثل الحياة الدنيا مثال هذا نحن نجي نولد هنا نكبر نتعلم نروح للمدرسة نروح للجامعة نروح للحوزة بعدين واحد يصير طبيب واحد يصير مهندس واحد يصير خطيب واحد يصير تاجر وهكذا هذه حياة بعد كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كل الأمور تختلط مع بعض حتى واحد يصير مهندس يصير طبيب يصير موظف كبير مثلا في الدولة صح بعدين ينتهي كل شيء يروح معنى معنى ذلك أنه لا يوجد بقاء في هذه الدنيا هذه الدنيا لم تخلق للبقاء وإنما اعتبرت جسرا نعبر عليه التفتوا إلى الآية إنما يعني هذا وليس غير هذا حصر مثل الحياة الدنيا يريد يمثل الله الحياة الدنيا بمثل كماء أنزلناه من السماء ماء المطر أنزلناه من السماء ماء لطيف نقي طاهر ماء المطر هو نقي فاختلط به نبات الأرض اختلط به نبات الأرض ممن شنوه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حنطة شعير زبيب أشجار والأنعام العلف وما أشبه يختلط به هذا الماء حتى إذا أخذت الأرض زخروفها يعني هذا الاختلاط لمن يصير التفاعل الذي يصير في التربة والهواء والشامس وإلى الآن الزروع تنمو الأشجار تثمر فالشي يصير إذا أخذت الأرض زخروفها زخروف يعني الزينة الأرض تزير كلها خضراء لطيفة زروع والزينة مثل العروس اللي مزين نفسها مزين نفسها الأرض تصير هالشكل والله هنا الآن شوفوا الآن وصلنا إلى ريعان لكل شيء يعني كل شيء تمام الزروع الفواكه الحقول كلها موجودة فوظن أهلها أنهم قادرون عليها أهل هذه الأرض أهل هذه الزروع يتصورون أنهم اللي سووها هم اللي رتبوها هم اللي زخرفوها هذه البهجة هذه الزروع هذه الأشجار الأثمار كلهم منهم هو الشكل له الشكل الآن بعض الكلام الذي نسمعه من بعض القيادات الكبيرة في الدنيا في العالم شيء يقولون أحنا أحنا هو الشكل هو هذا ترى مثال لهذا الموضوع وظن أهلها يفكرون أنهم قادرون عليها يعني هم المسيطرين على كل شيء العالم بيدنا ما سامعين هذه الكرة الأرضية بيدنا خوب أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فدم الرشو يأتي أمر الله إما في الليل أو ما في النهار يعني الوقت مو مهم عند الله فجعلناها حصيدا هذه الزروع كلها تصير حصيد حصيد يعني محصود يعني مقطوعة مفتتة فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس تغنى يعني لم توجد الغني يعني الوجود كأن لم تغنى بالأمس كأنه البارحة ما كانت أصلا كلها راحت عجيبة يعني حقيقة هذه الأفلام اللي شفناها أنا خوش شوية أباوع بعدين أتأذى أسكر أغلق التليفون ما للزلزال شيء مريعي يعني بنايات ضخمة كلها تنهار خس في صير هذا اللي شفناها فكيف في التاريخ كأن لم تغنى بالأمس كأن البارحة ما كانت أصلا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون هذه الآيات نفصلها نشرحها نوعظها طبعا هاي الأمثال ليش الله يضربها هاي يمكن واحد يهتدي بها يمكن واحد يستيقظ من نومته احنا في غفلة دائما الظالمون في غفلة كبيرة عجيبة اصلا ما يلتفتون اصلا حتى اذا طليت عليهم هذه الآيات بس احنا في واقعنا لازم ناخذ موعظة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ايها الانسان المختر الذي تفكر أن كل شيء بيدك وأنتم قادرون أو وظن اهلها أنهم قادرون عليها الانسان يفكر كل شيء بيدك دير بالك أنه هذه الأمور موقتة والله يدعو إلى دار السلام إذا تريد سلام دار السلام هي الجنة الله يدعو الدعاء الله شنون دعاء تكويني وتشريعي التشريعي الأحكام التي جاي في القرآن هذه دعاء الله إلينا صلي خمس زكي روح للحاج ما أدري صوم وهكذا هذه يسموه دعاء الله تشريعا وأكو دعاء تكويني يعني هنا تكويني الله يدعو والله يدعو إلى دار السلام دار السلام جنة يدعو يعني يجعلك في دار السلام يكونك في دار السلام دار السلام ليش يسموه دار السلام لأن السلام أكو واحد ما أخذ السلام من غيره أما الجنة سلامه من الله سبحانه كل شيء فيه سالم لا مرض ولا فناء كل شيء يشتهي الإنسان في الجنة إضافة على أنه السلام من أسماء الله دار السلام يعني دار الله الجنة دار الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهداية العامة والهداية الخاصة الهداية العامة الله يهدي الجميع إلى صراط مستقيم إلى الحق والهداية الخاصة للذي يريد أن يهتدي يهديه إلى صراط المستقيم وفي رواياتنا أن الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه اللهم صلى على محمد وعلى محمد أما الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر يا أبا ذر من لم يأتي يوم القيامة بثلاث فقد خسر إذا وردنا إلى يوم القيامة ما ويان ثلاث أشياء نحن خسران من لم يأتي يوم القيامة بثلاث يعني ثلاث حالات ثلاث أعمال ثلاث خصائل فقد خسر هناك خسارة يوم القيامة أبو ذر يقول قلت وما الثلاث فداك أبي وأمي هاي الثلاثة اللي لازم نحن نسويها في الدنيا حتى لنكر خسرانين يوم القيامة شنو هي قال صلى الله عليه وآله وسلم ورع يحجزه عما حرم الله عز وجل ستعال سويها الورع حالة فوق التقوى التقوى يتقي أنه الأشياء المضرة لتجي يصوب الذنوب لتجي الورع حالة حالة أصلا يستنكف من الحرام تصير عنده ملكة الاستنكاف هاي يسموه ورع يعني حقيقة ما يلتذ من الحرام حقيقة ما يحب الحرام وما يتوجه حول الحرام هاي يسموه ورع ورع يحجزه عما حرم الله عز وجل هاي وحده أما في الأمور الاجتماعية وحلم يرد به جهل السفيه الإنسان المؤمن مبتلى بالسفهاء بالجهال هذول اللي يعيبون على المتدينين هذول اللي يستهزئون بالدين هذول اللي يحرمون الحلال يحللون الحرام وكذا خب احنا شن سوياهم إذا نقدر نهديهم نعضهم فهو الأولى إذا من نقدر حلم هننصبر عليهم وحلم يرد به جهل السفيه هذه أفضل حالة للمؤمن عندما يجابه جهل السفيه هذا الثالث شنوخ وخلق يداري به الناس هذه أعظم حالة تربوية للإنسان المؤمن والمجتمعات مع الأسف في هذه الأيام صارت خالية من الأخلاق الأخلاق هي لب الدين إخواني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده حديث للزواج إذا واحد يجي يطلب بنت الإنسان شي سوي شنو الصفر اللي يازم نحن راعيها يقول صلى الله عليه وآله وسلم من جاءكم ترلون دينه وخلقه فزوجوا خب شنو الفرق بين الدين والخلق الدين يعني يعني يعمل الواجبات يجتنب المحرمات ربم يأكل ما يكذب ما يسرق يصلي يصوم هذا الدين يعني الواجبات يعملها والمحرمات يتجنبها هذا يكفي لا إذا أتاكم من ترضون الدينه هذه الواجبات والمحرمات يجتنبها إذا أتاكم من ترضون الدينه وخلقه خلقه شنو بعد خلقه لب الدين عصارة الدين روح الدين نسميه خلق المجتمعات في هذه الأيام يمكن متدينة حسنا نحكي عن المجتمعات المتدينة زين يرحون للزيارة أربعين يقيمون الشعائر كل شيء كل هذا زين طبعا احتفالات دينية مجالس مساجد ممتلئة ولكن أخلاق ضاعة شوية أخلاق الأسرة أخلاق المجتمع أخلاق الصديق مع صديقة أخلاق السوق أخلاق الجامعة والحوزة وهكذا فالشيء الثالث الذي يوصي به الرسول لأبي در وخلق يداري به الناس هذه ثلاثة أشياء ركائز المجتمع المسلم الديني المتدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد الوعصية اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود